موسيقى صدقت الهيئة العامة للكنيسة بشكل نهائي على حل نفسها بتأييد 94 عضو كنيسة دون أي صوت معارض كما وصدقت على قانون الانتخابات للكنيسة الثالثة والعشرين بأغلبية 96 صوتا ومعارضة سبعة أعضاء فقط لتجري الانتخابات في يوم الاثنين في الثاني من آذار المقبل وتتجه إسرائيل للمرة الثالثة خلال أقل من عام ولأول مرة في تاريخها إلى صندوق الاقتراع بعد أن فشلت معركتان انتخابيتان من حسم النتيجة لصالح أحد المعسكرين ووسط اتهامات لنتانياهو بجر البلاد لجولة ثالثة بسبب تهم الفساد التي تلاحقه هذا وانتهت مهلة الواحد وعشرين يوما الممنوحة للكنيسة لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة عقب فشل كل من رئيس حزب الليكود بن يمين نتانياهو ورئيس تحالف كحول لفان بني جانتس بهذه المهمة لأول مرة في تاريخها السياسي إسرائيل تتجه إلى صندوق الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي في غضون أقل من عام بعد أن حلت الكنيسة نفسها بعد فشل جهود المعسكرين البارزين بتشكيل حكومة فيما تقرر إجراء الانتخابات القادمة في الثاني من أذار نحن مقدمين على ثالث انتخابات خلال أقل من سنة إلى أول مرة بتاريخ الدولة كل الموضوع هذا واضح ليش؟ هذا واضح لأنه كل الموضوع يتمحور حول الملفات الجنائية لرئيس حكومة فاسد في دولة إسرائيل اسمه بن يمين نتانياهو وهو يدير الآن الدولة والحكومة والكنيسة وكل مؤسسات الدولة بناء على مصالحه في ملفاته الجنائية كما أكدنا منذ البداية وفي خلال معركة الانتخابات الأخيرة أننا نهدف في القائمة المشتركة إلى القضاء على عهد نتانياهو إلى انتهاء سياسته المتمثلة بالاحتلال واستمرار الاستيطان والسياسات العنصرية التحريضية ضد جماهير العربية وكانت لنا المساهمة الأكبر أولا في إثارة الرأي العام ضد نتانياهو في ازدياد قوتنا داخل الكنيسة مما يضعف القوى الأخرى فكل مقعد إضافي للقائمة المشتركة هو مقعد أقل لبقية الأحزاب التي ممكن أن تشكل الحكومة القادمة في الوقت الذي فشل فيه المعسكرين المتنافسين في حل الأزمة السياسية وتشكيل حكومة عززت وحدة الأحزاب العربية في القائمة المشتركة من حضورها وتأثيرها لتتحول إلى لعب مركزي في الأزمة السياسية الحادة التي تعصف في إسرائيل نحن منعنا أن يكون أغلبية عند نتانياهو زيادة أعضاء العرب في الكنيسة المشتركة إلى 13 مقعد أثر على منع نتانياهو في تشكيل الحكومة قائمة المشتركة خاصة بعد الانتخابات الأخيرة نحن نرأينا أن كونها القوة الثالثة في الكنيسة هي قوة وازنة لا يمكن تجاهل القائمة المشتركة ووجود القائمة المشتركة ومواقف القائمة المشتركة في كل الخارطة السياسية في داخل الكنيسة وبالتالي القائمة المشتركة مواقفها ووحدتها خاصة كونها قائمة موحدة قوية هي ستشكل وستؤثر أيضا مستقبلا في تشكيل وفي المشهد السياسي عموما جولة ثالثة من الانتخابات ستجري على واقع تهم الفساد التي يواجهها نتنياهو وفشل المعسكرين بتشكيل حكومة فيما تتجه الأنظار نحو تعزيز وزيادة تمثيل النواب العرب في القائمة المشتركة داخل الكنيسة أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو المحكمة الإسرائيلية العليا أنه سيستقيل من مناصبه الوزرية باستثناء منصب رئيس الوزراء وذلك ابتداء من مطلع الشهر المقبل ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة أفخاي مند البليت أنه إذا لم يستقل نتنياهو طواعيا من مناصب يتولاها فإنه سيضطر إلى إلزامه بالقيام بذلك يذكر أن نتنياهو يتولى أربع حقائب وزرية حاليا هي الصحة والرفاه الاجتماعي والزراعة ووزارة استيعاب المهاجرين ويستند القرار بهذا الخصوص إلى سابقة قضائية من عام ثلاثة وتسعين عندما قررت المحكمة العليا أن على رئيس الوزراء حين ذاكية حكربين أن يقيل الوزير أريدرعي ونائبه رفائل بن حاسي بسبب تقديم لوائح اتهام خطيرة ضدهما انتخابات ثالثة في إسرائيل بعد فشل جولتين سابقتين من حسم النتيجة لصالح أي من المعسكرين السياسيين البارزين على الساحة فيها يرى محللون أن الجولة الثالثة تهدف لجعل نتنياهو يكسب المزيد من الوقت لنيل الحصانة البرلمانية وتأجيل موعد ملاحقته القضائية بن يمين نتنياهو انتهى سياسيا في إسرائيل ولن يستطيع العودة لرئاسة الحكومة حتى بعد الانتخابات الثالثة ولا حتى لو جرت انتخابات رابعة لأن نتنياهو اليوم لا أحد يريد باستثناء أحزاب اليمين أن يكون شريكا له في الحكومة وهو طبعا وتقدم ضده لوائح اتهام بتهمة الفساد دعوات متصاعرة لتنحي نتنياهو عن الحكم لأول مرة تسمع من داخل حزبه الليكود قد تكون مقدمة للإطاحة بنتنياهو فيما نجحت القائمة المشتركة بتعزيز مكانتها وحضورها مؤخرا لأنه خصوصا ما بيعمل هذا الأشياء بيضم اليمين وبيضم الفلان وبيضم علان عشان يضلوا بنفس الموقع تبعه وإحنا شعب عربي لو نحط إيدينا بإيدينا بعضنا نخدر نزيحه بس إحنا ما نخدر نكويهن بدأ يكون 12-13 من عميهن 15-16 لأنه نتنياهو زلمي فاشل وليزم يرويه هذا لأنه ليش؟ فيش عنده إلا أي منعودي الطيبي قائمة مشتركية تحريد على العرب تحريد على هاي وهذا مش رئيس حكومة هذا أزعر القائمة مشتركة لازم كل يصوت إلى العرب عشان قويها ولأنها شيء يشتير لنا كلمي انقسامات داخلية في الليكود تلوحو بالأفق ومنافسة شديدة على رئاسة الليكود للمرة الأولى منذ سنوات وفي المقابل ترى المشتركة أن لديها فرصة تاريخية بتعزيز تمثيلها داخل البرلمان وتحقيق إنجاز أكبر من خلال رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي أعطبت عصابات تدفيع الثمن الإرهابية إطارات مركبات فلسطينية وخطت شعارات عنصرية في قرية منشية زبدة شمالية البلاد وقال أهل القرية إنهم فوجئوا بوجود شعارات عنصرية تدعو لطرد الفلسطينيين من أراضيهم هذا وارتكبت عصابات تدفيع الثمن أكثر من ألفي اعتداء ضد الفلسطينيين منذ ظهورها في منتصف عام 2008 وثقا للإحصائيات يشار إلى أن عصابات تدفيع الثمن تعتنق فكرا عنصريا قائما على الكراهية الشديدة للفلسطينيين ويدعون إلى قتلهم أو طردهم من بيوتهم وأراضيهم من ناحية وإلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية والإسراع في تهويدها من ناحية أخرى ومؤخرا بدأت جرائمهم تنتشر أيضا داخل البلدات العربية التماس لمحكمات الشؤون الإدارية قدمه مركز عدالة ضد مماطلة الدولة بالكشف عن معلومات حول برامج لمكافحة الفقر منذ نحو عام وذلك بسبب عدم تضاؤل أعداد الفقراء في إسرائيل عامة والمجتمع العربي خاصة مما يطرح عدة تساؤلات حول فاعلية هذه البرامج عشان إحنا نقوم بهذا العمل الأساسي إحنا بدنا معلومات وهذه المعلومات مفروضة تكون يعني بأي دولة طبيعية مش بس إنه يجاوبوا بشكل سريع لأطاءة هذه المعلومات إنما تكون منشورة على المواقع وتكون متاحة للكل عشان يقيموا ويشوفوا إذا بقدروا حتى يشتركوا في هذه البرامج فإحنا قبل ما نصل لهاي المرحلة إحنا في الدولة بتحط عوائق الزيادة قدامنا إنه إحنا لازم نتوجه حتى للمحكمة عشان نطالب بمعلومات عن كافية تطبيق لهذه البرامج عشان نعرف إذا عم تتطبق بشكل متساوي أو لا تفاصيل عديدة يستوجب الإفصاح الفورية عنها تتعلق ببرامج مكافحة الفقر أهمها مواعيد البدء بهذه البرامج الميزانيات المرصودة لها بأي بلدات تم تنفيذها وهل قامت حقا بالحد من ظاهرات الفقر وهل تتلاءم فعلا مع كافة الشرائح بمكتب الشؤون بشفاعمر في عنا كتير عدة برامج اللي تعالج هاي الظاهرة في عنا ميزانيات والميزانيات طبعا محدودة لأنه البلد كبيرة في عنا برنامج اللي هو للشباب والصبايا مثلا البرنامج اللي أنا مسؤولة عنه هو برنامج يتيد اللي بساعد الشباب والصبايا من جيل 18 لجيل 25 البرامج هي كافية بس الميزانيات مش كافية للأسف لأنه العيل بحاجة لكتير أشياء فإنه هاي المساعدات مش رح تقدر تكفي وتساعد كيف لازم ويعتبر عامل البطالة وعدم دمج النساء العربيات في سوق العمل كما يجب أحد أبرز العوامل المؤدية إلى الفقر مما يحتم بذل المزيد من الجهود بين الدولة والسلطات المحلية لتوفير أماكن عمل داخل البلدات العربية لمحاربة هذه الأف بدأ الناخبون البريطانيون الإدلاء بأصوات في انتخابات إما ستمهد الطريق أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون أو ستدفع البلاد صوب استفتاء جديد قد يؤدي في النهاية إلى التراجع عن قرار الانسحاب من التكتل وبعد الفشل في إتمام عملية الخروج بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول دعا جونسون للانتخابات لكسر ما وصفه بالشلل السياسي الذي عرقل خروج بريطانيا وهز الثقة في الاقتصاد وكان جونسون أبرز وجوه حملة استفتاء الخروج من الاتحاد عام 2016 هو يخوض الانتخابات تحت شعار إثمام البريكسيت متعهدا بوضع نهاية لحالة الجمود القائمة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والشرطة وتعهد خصمه الرئيسي جريمي كوربين زعيم حزب العمال بزيادة الإنفاق العام وتأميم الخدمات الرئيسية وفرض ضرائب على الأغنياء وإجراء استفتاء آخر على البريكسيت وتشير جميع استطلاعات الرأي الرئيسية إلى فوز جونسون على الرغم من أن استطلاعات الرأي أخطأت في استفتاء عام 2016 وتتوقع الاستطلاعات نتائج تتراوح بين برلمان معلق وأكبر إغلبية صاحقة للمحافظين منذ عهد رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة